موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالإصراع في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ كوب تونتيسي شكري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ويستارد جهود مصر لحل حالة الأزمة الكريملين يرحب بعرض البتكان التوسط في التفاوض لحل الأزمة الروسية الأوكرانية لكنه يستبعد نجاح المفاوضات السادسة مساء بتوقيت القاهرة أرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم التعاقد عليها خلال قمة المناخ في شرم الشيخ كوب تونتيسي كما وجه السيد الرئيس بتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وصرح للمتحد الثرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائق قمة المناخ العالمية كوب تونتيسيفن في حشد للتمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن منصة نوفي لاقت دعما وإشادة كبيرة من شركاء الدوليين خلال قمة المناخ في حين تمت الإشارة إلى أن التمويلات بلغت 10.3 مليار دولار كما وجه الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية والتي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة خاصة ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر فضلا عن تحديث نظم الري عقد الرئيس عبد الفتاح السيس اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن سيدة رئيسة تابع خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية في ضوء تدعيات الأوضاع العالمية أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري والأطر القانونية وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار جاء ذلك خلال لقاء شكري بالممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله بتيلي وعرض شكري خلال اللقاء الجهود المستمرة التي بذلتها وما تزال تبزلها مصر بإخلاص كبير لحل حالة الأزمة لا سيما من خلال استضافتها مؤخرا لجولات المصار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المصار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق من جانبه استعرض بتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها إلى الساحة الليبية وحرص على التحدث والاستماع لجميع الأطراف كما أعرب عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا وتطلعه للتنصيق مع مصر خلال الفترة القادمة أشهد ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف في مصر جيرمي هابكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية كما أشهد ممثل اليونيساف في مصر بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي وأكد هابكنز أن حلول اليونيساف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشة الفعالة مسمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وتحولها للأخضر عبر رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة كما أوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونيساف مصر في الدورة السابع والعشرين لقمة المناخ جاءت لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والنشأ والشباب وحقوقهم وتعزيز مناهق تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا تواصل الوزارة الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وقتما كانت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 565 قضية تبوينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 107 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طن كما تم ضبط قرابة 69 طن في بجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 919 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزد و 173 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال قضايا المخابس هذا وقد وصلت أجهزة وزارة الدخلية جهدها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمتنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعيها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غيش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بخاصة حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 73 طن مواد غذائية متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء كما تمكنت من ضبط 89 طن مواد غذائية متنوعة قام المسؤولون عن سلاسة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط 53 طن ونصف طن أرز أبيض وضقيق أبيض وملح طعام تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بحوزة قائد سيارة ومالك مضرب أرز بدون ترخيص بكفر الشيخ ومالك مضرب أرز بالإسماعيلية وكذل مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقلوبية وتمكنت من ضبط 67 طن دقيق أبيض قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقلوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ومع استمرار الحملات الأمنية للتصادي لقضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 طن سكر تمويني محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية ومالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بالملوفية تمهيدا لإعادة بيعها على أنها سكر حر واستولية بذلك على الدعم المخصص لها وضبط قرابة 35 طن دقيق بلد مدعم قام المسؤول عن مخبز بلدي وقائد سيارة بالقليوبية بالاستلاء عليها ببيعها بالسوق السوداء واستولية بذلك على الدعم المخصص لها ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 56 طن ونصف طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بشمال سيناء والجيزة وتمكنت من ضبط 58 طن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالمنوفية وسوهاج وضبط 33 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وسوهاج وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع ومالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالغربية ونجحت في ضبط أكثر من 15 طن لحوم ودواج ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة والمنوفية وضبط أكثر من 12 طن ونصف أسماك غير صالحة لاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالغربية والقليوبية بالعودة إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسرائي قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والتي تم تعقد عليها خلال قمة كوب 27 في مدينة شرم الشيخ اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية كوب 27 في حجد تمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة النوفي الوطنية وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن منصة النوفي قد لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخية من خلال حجد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حجدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلاة خاصة ما يتعلق بقطعي الريء والزراعة وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحجد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج نوفي وهي المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قطاع النقل وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء أوضحت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الإنبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث النظم الري في الأراضي الزراعية مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي بما يخدم أكثر من خمسين مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تدعيات الطيارات المناخية أما عن محور الطاقة فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص كما وجه السيد الرئيس بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيتواجه إلى سلطنة عمان والسعودية في هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن وأضافت الخارجيات الأمريكية أن اليمنين يطلبون بالسلام وليس بالعودة إلى الحرب داعيا قوات الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تضفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها تفاقم المعاناة كذلك في جميع أنحاء اليمن أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة وأضاف اللواء تحسين أن القوات العراقية نفذت عمليات نوعية نصف بقية وكمائنة ليلية سهمت بشكل كبير في إحباط مخططات الإرهابيين من جانبه أوضح قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي اللواء الركن عماد المالكي أن قوات الجيش نفذت عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية وأسفرت عن تدمير أوكار ومخابئة للإرهابيين في الطرمية مؤكداً قتل إرهابيين حاولوا التسلل وتنفيذ عمليات إرهابية إلا تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن الكريم لأنه يرحب بعرض الفاتيكان للتوسط في التفاوض لحل الصراع الأوكراني لكن موقف كييف يجعل ذلك الأمر مستحيلة وأكد المتحدث باسم الكريم لنداماتري بيسكوف أنه بالنظر إلى الأمر الواقع والموقف القانوني الذي يبديه الجانب الأوكراني من الصعب تحقيق ذلك وكان البابا فرانسيسا بابا الفاتيكان قد أعاد تأكيد قبل عشرة أيام على استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للتوسط ووضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا وذلك مقابلة مع صحيفة لاستامبال إيطالية اليومية أهمية علاقات التعاون مع كازاخستان في سائر المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية وخلال كلمته أمام المنتدى 18 للتعاون بين روسيا وكازاخستان أشار بوتين إلى أن بلاده تتطلع لفتح أفاق جديدة في التجارة والتصدير والاستراد مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس كازاخستان مسألة رفع القيود عن التعاون التجاري بين البلدين مشيرا إلى النمو الكبير في التجارة بين البلدين حيث شهد العام الماضي نموا بنسبة 35% تدرس وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اقترحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة هذا وقد أوضح كبير مشتري الأسلحة بالجيش الأمريكي الدرج بوش أن القنابل تتميز بأنها صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريق يصل مدها إلى 150 كيلو متر مما يتيح لأوكرانيا ضرب الأهداف العسكرية الحيوية وكان من الصعب الوصول إليها في الماضي فضلا عن مساعدتها في مواصلة هجماتها المضادة هذا وقالت مصادر في الصناعة أن المنظومة التي اقترحتها بوينغ هي واحدة من ست خطط لإنتاج زخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن وسكان مدينة خيرسون ما زال يعانون من قصف يومين بالمثفعية الروسية على الرغم من استعادة كيف للمدينة أضفت الوزارة أن الكثير من الضرر قد لحق بمدينة خيرسون بسبب استخدام روسيا لقاذفات صواريخ متعددة وذلك في أحدث تقاريرها الاستغبارية حول الأزمة في أوكرانيا مشيرة إلى أن المدينة السحلية معرضة للخطر حيث لا تزال في نتق معظم أنظمة المدفعية الروسية التي تطلق الآن من الضفة الشرقية لنهر دينيبر إلى ذلك أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت بسبب الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية وقال نائب وزير الداخلية الأوكرانية فانيانن أن نحو 520 منطقة تواجه الآن مشكلات في إمدادات الطاقة وتضرر حوالي 32 ألفا من الأملاك المدنية معظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية مشيرا إلى أنه تم شن 3% فقط من الضربة الروسية على منشآت عسكرية قالت أوكرانيا أن القوات الروسية فشلت في الحفاظ على سيطرتهم على محطة زابوريجيا النووية للطاقة النووية وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخاييل بودوليك أن الجيش الروسي سوف يتققر عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية حيث يتراجع خط دفاع تدريجيا باتجاه حدود روسيا من جهتها وصفت الإدارة المعنية من موسكو الأنباء عن إمكانية انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا وصفتها بالأكاديب قال وزير البنية التحتية الأوكراني أن صادرات الحبوب الأوكرانية لن تصل إلى 3 ملايين طن في نوفمبر الجاري مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على السفن في الموانئ أوضح للوزير الأوكراني أن نحو 4 و 2 من 10 مليون طن من الحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن عمليات التفتيش قلت خمس مرات بعد أن كان يتم إجراء 40 عملية التفتيش في اليوم الواحد تزامنا مع محاولة روسيا الحد من عمليات التفتيش على سفن الحبوب وفقا لاتفاق تصدير الحبوب الموقع بين موسكو وكييف تحت رعاية أممية تتوقع أوكرانيا تصدير أقل من 3 ملايين طن حبوب الشهر الجاري وهو ما يشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي العاصمة كييف استضافت مطلع الأسبوع اجتماعا ضم عددا من القادة الأوروبيين لبحث عملية تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف وأصفر الاجتماع عن إطلاق خطة لتصدير حبوب بقيمة 150 مليون دولار إلى تلك الدول الرئيس الأوكراني من جانبه أعلن اعتزام بلاده إرسال 60 سفينة على الأقل إلى الدول التي تعاني من أزمة في الأمن الغذائي وأوضح أن المبادرة ستكون من أكبر المساهمات وخطوة واقعية وضرورية جدا في تحقيق الاستقرار العالمي البيان المشترك الصادر عقب القمة ذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سجل العالم واردات من المنتجات الزراعية أقل بعشرة ملايين طن مقارنة بالفترة نفسها من 2021 وأضاف أن هذا يعني أن الأمن الغذائي لملايين البشر في أنحاء العالم مهدد بشكل خطير وأتأت المبادرة التي أعلنت عنها كييف لتضاف إلى اتفاق بواسطة الأمم المتحدة السماح بمرور بعض شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وهو طريق أساسي لصادرات منتج القمح الرئيسيين في المنطقة تم غلقه في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي انخفض مؤشر اتحاد الصناعات البريطاني لمبيعات التجزئة الشهرية في نوفمبر وترجع توقعات المبيعات للشهر القدم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من عام 2021 عندما كانت بريطانيا لا تزال تخضع لقيود صحية خلال جائحة كورونا قالت شركة جاسبروم الروسية أنها ستشحن 42.2 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم بانخفاض تفيف عن مستوى أمس البالغ 42.6 مليون متر مكعب من أحيات أخرى سحبت جاسبروم تهديدا بخفض إمدادات الغاز إلى مولدوفا لكنها قالت إنها تحتفظ بالحق في خفض أو وقف التدفقات في المستقبل إذا لم تسدد مولدوفا المدفوعات المتفق عليها وفي الأسبوع الماضي اتهمت شركة جاسبروم أوكرانيا بوقف إمدادات الغاز التي تمر عبر البلاد في طريقها إلى مولدوفا وهو أمر نفته كييف تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدفوعة من خفاضات في أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين بعد أن تسببت الاحتجاجات الواسعة في الصين على القيود الصارمة لمكافحة كرونا في إطلاق موجة بيع في الأسواق العالمية هذا وتراجع المؤشر ستوكسي 600 لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 5 من 10 بالمئة بعد الانخفاضات الحادة في الأسهم الأسيوية كما تراجعت أسهم شركات النفط الأوروبية 2 بالمئة إذ انخفضت أسعار خام برينت والخام الأمريكي بـ 3 بالمئة بشكل تقريبي أعلن جهاز الاستغبارات الداخلية في استراليا خفض مستوى التهديد الإرهابي من محتمل إلى ممكن للمرة الأولى منذ عام 2014 وقال مدير عام الجهاز إن القرار لا يعني انتهاء التهديد حيث إن هناك أنشطة عبر الإنترنت تتضمن أشخاص يبحثون عن كيفية صنع القنابل والتدريب باستخدام الأسلحة وشيرا إلى إمكانية رفع مستوى التهديد مرة أخرى ذكر المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وانقذت ستين في هجوم مسلحين على أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة الصومالية مقاديشيو كانت الشرطة الصومالية قد أعلنت في بيان رسمي أن مجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية هاجمت فندقا قرب القصر الرئاسي وحاولت قوات الأمن القضاء عليها بعد أن تمكنت من إنقاذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين من الفندق يأتي هذا الهجوم الجديد في وقت قرر فيه الرئيس الصومالي المنتخب حديثا حسن شيخ محمود خوض حرب شاملة ضد عناصر الحركة الإرهابية نشرة السادسة متواصلة مع حضرتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها الصين تشهد تظاهرات احتجاجا على سياسة سفر كورونا والبلاد تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية دعت المفاوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الصينية إلى عدم الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين الذين يحتاجون سلميا على القيود الصحية يأتي هذا على خلفية تجمع عدد من المتظاهرين في مدينة تشانغدو الصينية لفرد قيود سياسة سفر كورونا التي تتبعها الصين حيث امتدت التظاهرات المناهضة لقيود سياسة سفر كورونا إلى العديد من المدر الصينية مع تجمع لحشود في بكين وشانغدو وشانغهاي أعلنت اللجنة الوطنية في الصين تسجيل خامس رقم قياسي على التولي في إصابة فيروس كورونا اليومي حيث بلغ 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا ذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة في اليوم السابق ليبقى العدد الإجمالي للوفيات عند 5233 حالة وفاة ولتزال عدة مدن كبرى تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع استمرار تسجيل مئات الإصابات في مختلف المدن على مستوى أنحاء البلاد قالت توكلة الفضاء الصينية لرحلات المأهولة إن الصين ستطلق أسلساء مركبة الفضاء تشانشو 15 إلى محطتها الفضائية في آخر مهمة في خطط الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة وقالت الوكالة إن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء وإنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أواء اليونيو الماضي وفي سياق متصل اعتبرت واشنطن أن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي وقالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيدة رئيسة تابع خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية في ضوء تدعيات الأوضاع العالمية نفى المركز الألمي لمجلس الوزراء تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي وأكد المركز الألمي أنه لم يتم إزار أي قرارات بهذا الشأن وأن الوضع الصحي في المدارس آمن وطبعي ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات مشددا على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المدارس الحكومية في موعدها المقرر في 14 يناير 2023 وحتى 26 يناير من نفس العام ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلن عنها مسبقا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها هذا الفيروس التنفسي وبالتنسيق مع مدرية الصحة بكل محافظة أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضح جازي أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ستكون بنظام الكتاب المفتوح واستخدام قتيب للمفاهيم كالعام الماضي وبنفس الدرجات في المواد مع اختلاف عملية توزيع درجات وأكد وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أن التعريب مستمر هذا العام وسيكون هناك ورقة بابلشيت بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية والتي ستكون بنسبة 15% من الامتحان مشيرا إلى أن التصحيح سيكون من خلال المدرس وستكون الدرجة موزع على الإجابات وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن نماذج الامتحانات الثانوية العامة عقب إجازة نصف العام لتدريب الطلاب على النظام الامتحانات وأكد على أن الطالب سيحصل على درجة في كل خطوة صحيحة يقوم بالإجابة عليها عدد الأسئلة في كل مادة مثل العام الماضي أيضا لكن عدد الدرجات المخصصة للأسئلة تختار متعدد اللي عليها واحد بقت أكتر شوي عشان ودي بتدي أريحية أكتر للطالب لو غلط في السؤال دي بقى بإيه بدرجة مش بدركتين ولا بتلاتة التعريب مستمر هذا العام موضوع التعريب إن إحنا المادة هتبقى بالإنجليزي وجنبها باللغة العربية الطالب سيتسلم كراسة أسئلة مثل العام الماضي وبابلشيت وورقة تانية منفصل بياناته على البابلشيت وبياناته على الورقة التانية منفصل البابلشيت للإجابة على الأسئلة تختيار متعدد والورقة التانية هتبقى للإجابة الأسئلة المقالية الأسئلة المقالية نصبها 15% فبالتالي عدد الناس اللي يلزم لتصحيحها إليه يعني ده ما فيه حاجة بسيطة جدا تاني حاجة أن احنا هناخد سكان من الورقة دي نديها للتنين معلمين على الكمبيوتر بتاعه يعني مش التصحيح للورقة مش فيه برنامج بيصحح المقال لا مدرس معلم هو اللي بيصحح المقال تختتم اليوم فعليات نسخة أولى من منتدى مصر للإعلام والذي أقيمت فعلياته على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة العديد من الأهلميين والمتخصصين بصناعة الإعلام في مصر والعالم تحت شعار الجمهورية الجديدة جائحة التغيير أقيمت فعليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام على مدى يومين بالقاهرة حيث كان ملتقى لأكثر من 1200 صحفي وإعلامي ودارس من مختلف دول العالم وبمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومدربا عبر عدة فعاليات وجلسات مختلفة لما تجيب الصحفين والإعلام المحلي والعربي والأجنبي ويتحورون معا في قضايا المهنة وقضايا مش بس مهنة محلية لا هنا المهنة على المستوى المصري الإقليمي الدولي ده تطور مهم جدا ونقاش مهم خصوصا أن الإعلام في العالم كله يواده مرحلة مش يقول مشكلة فيه تحديات كثيرة بيواجهها الإعلام لم تتمثل فيه كيفية التوائم والانتقال من الإعلام التقليدي جدا إلى الإعلام الفيديوية إذا جاءت تعبير مش بس الإعلام الإلكتروني المصطلح بيقديم جدا جدا والناس بدأت تهجر الإعلام الإلكتروني بشكله التقليدي إلى الإعلام الجديد خالص الإعلام المعتمد على السوشيال ميديا تضمنت أجندة المنتدى العديد من الموضوعات حيث ناقش على مدار جلسات أبرز التغييرات التي طرأت على الجمهور بمختلف دول العالم من حيث استخدامات وتفضيلات وتفاعل مع رسال الإعلامية المتنوعة بالإضافة لبحث كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والتأثير والتحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة هذه خطوة منتظرة من لا أقول سنين يمكن عقود فكرة الالتحام العربي في الإعلام ونحن نعرف حجم التحديات التي يتعرض والنقلات الرهيبة التي تكاد تكون كل 24 ساعة التي تضرب عالم الإعلام فمن الورقي إلى الإلكتروني إلى كل هذه التحديات نتكاد لا نبالغ إذا قلنا أنها التلهث ففكرة المواكبة هذه التحديات منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي يعقد بالقاهرة ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامية يهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجدة لتقديم خارطة جديدة لإعلام المستقبل عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام والسياسات وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذو الكفاءة المدعمين بقيم ومبادئ المهنة أحمد الحسيني التلفزيون المصري تشهد المدن السياحية المصرية بشكل عام ومدن محافظة البحر الأحمر بشكل خاص حالة من الانتعاش غير المسبوك وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوي حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجات المختلفة بالتزامن مع ذلك ومع تواصل فعاليات بطولة كأس العالم 2022 فقد حرصت إدارة الفنادق على تجهيز أماكن مختلفة لعرض المباريات وإتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسياح لتشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة السياح من مختلف أنحاء العالم يتوافدون على الغرضقة حالة من الانتعاشة السياحية الغير مسبوقة وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوي حيث بلغت نسب الإشغال الفندقي أكثر من 90% في أغلب الفنادق والمنتجات المختلفة ومن داخل فنادق الغرضقة يشجع سياح العالم منتخباتهم المشاركة في كأس العالم 2022 حيث تم تخصيص شاشات عرض ضخمة داخل مقرات الإقامة وعرض جداول للمباريات للسياح بكل الأماكن بالفنادق وتقديم عروض ترفيهية ورياضية بأعلام المنتخبات الفائزة من جانبه قال إيهاب السيد مدير أحد فنادق الغرضقة إن فنادق البحر الأحمر استعادت استعدادا كبيرا لاستقبال مباريات كأس العالم داخل الفنادق المختلفة حيث تم تجهيز عدة صالات لعرض المباريات من خلال شاشات عرض ضخمة داخل الفنادق كذلك تجهيز الصالات بأعلام المنتخبات التي ستلعب المباراة حسب توقيتها وكذلك نشر توقيت المباريات بشكل واضح في صالات الفندق والأماكن المختلفة له فضلا عن إتاحة كل أنواع الترفيه والاستمتاع للسائح أثناء مشاهدته فريق بلاده يشارك في كأس العالم فيما أكد علاء الدين محمود مدير أحد الفنادق بالغرضقة أنه تم تجهيز مكان مخصص داخل الفندق لمشاهدة مباريات كأس العالم يوميا وتجهيز كميات كبيرة من الأعلام الصغيرة الخاصة بكل دول عاملين بعض الاستعدادات المهمة عشان الدورة دي عاملين شاشات كبيرة على البيتش وعلى البول وعندنا في المبنى الرئيسي عاملين برضو شاشة كبيرة عشان تستوعب كل الجنسيات الموجودة عشان الناس تقدر تتفرج على المطش كويس وفي حالة الفوز يسمح للسياح بالاحتفال داخل الفندق بطريقتهم الخاصة أجواء بتاع كأس العالم جميلة جدا وهي حاسة أن هي في كأس العالم هنا وبتقول لكم الأتموسفير والجو بتحس أن الموت بتاع كأس العالم هنا موجودة عندنا في مصر ومبسوطة هي جدا معنا وبتقول أن هي ممكن تيجي إن شاء الله سنة جاية الفنادق قامت أيضا بتجهيز مجسمات على شكل كأس العالم لإدخال البهجة وجو كأس العالم للسائح كي يستمتع بمشاهدة فريق بلاده داخل فنادق البحر الأحمر مضيفا أن نسب الإشغال بالفنادق ارتفعت في الغردقة وشرم الشيخ ومرس العالم بسبب كأس العالم خاصة بعد تخفيضات حميل تأشيرات هي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية نظم فريق مؤسسة حياة كريمة ماراسون ساتيران بأسوان بمشاركة المئات من الشباب والأطفال في المحافظة يأتي ذلك في ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة بمحور الرياضة والذي يعد من أهم المحاور تتم التركيز عليها وتركز عليها المؤسسة في جميع محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بالمصرح الروماني بكرنيش النيل بمحافظة المينيا وذلك لإدخال الفرحة على مئة عروس ضمن مبادرة يدوم الفرح تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المينيا عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي مع أهالي عدد من قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما يريدون تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد أبدأ جميع الحضور ترحيبهم بمثل هذه الجلسات وترحوا العديد من مقترحتهم التي يرغبون في تنفيذها من خلال المبادرة والتي تركزت في مشروعات الصرف الصحي بهذه القرى وإقامة مدارس لاستعاب الكسافة الطلابية وكذا إنهاء رصف وإصلاح جميع الطرق المؤدية للمركز من الخارج والدخل هذا وقد نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة تسقفية لطلبة وطالبات كلية التربية بجامعة مدينة السد وتم خلال الندوة استعرض أهمية مشاركة الطلاب بمبادرة حياة كريمة من خلال إبراز أهمية المشاركة في أحداث التنمية المستدامة كما تم تناول إنجازات المبادرة التي تحققت على مستوى محافظات مصر انطلقت القافلة الطبية الشاملة بمحافظة الدقالية لخدمة أهالي مركز شربين قرية أم الرزق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم القافلة 15 عيادة طبية مختلفة بالإضافة إلى الكشف وصرف العلاق بالمجان بجانب ندوات تسقفية مختلفة نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة توصون التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا وضمت القافلة تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة بجانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية متنقلة تتوافر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجرائها مجانا وتأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقافلة معي معظم التخصصات الطبية البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية بجانب العزوم معي أجهز للأشعة مع ملدم وتفاليات بجانب وجود صيدلية بها أكتر من 90 صنف من العلاج الحالات التي تحتاج إلى إحالة يتم التنصيق مع مؤسسة حياة كريمة الإحالة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى جولة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع فاطيمة خليل، إليك فاطيمة شكرا من نهيب أحسين، شكرا من مصطفى ميزار، أهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن السنديقة السيادية تعتبر إحدى أدوات تمويل المبتكر سعيا إلى تحقيق التنوية المستدامة والاستفادة من الفوائد المالية للأجيال القادمة جاء ذلك في الفيديو الذي نشره المركز بعنوان السنديق السيادية يصلط فيه الضوء على تاريخ نشأة السنديق السيادية وأوضح أن السنديق السيادية تتأسس لتحقيق ثلاثة أهداف منها تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار مشيرا إلى أنه يتم تصنفها وفقا لمصادر التمويل إلى سنديقة تمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز وسنديقة تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصحصة وحصيلة بيع الممتلكات العامة مثل سندوق مصر السيادية تعقد برصة السلع الثاني جلستها بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا كانت الهيئة العامة للسلع الثامنية وخلال أولى جلسات البرصة السلعية قد قامت بطرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصرية للطن الواحد عن طريق منصة البرصة المصرية للسلع وتم تنفيذ 18 عملية شراء بالفعل ووضحت أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البرصة المصرية للسلع بلغ نحو 28 طلبا وإلى سوق المال حيث أنهت مؤشرات البرصة المصرية تعملت جلسة اليوم بتراجع جماعيا للمؤشرات بتغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط دولات مرتفعة وخسر الرأس المال السوقين نحو 3 مليارات ومئة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 852 مليارا و885 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 71 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 12 ألف نتسمائة وسبعة عشرة نقطة كما انقفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2549 نقطة وهبط مؤشر إي جي أكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 25 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3686 نقطة إلى أسواق العملات حيث تمانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و 53 قرش للشراء و 24 جنيه و 61 قرش للبيع بنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 25 جنيه و 68 قرش للشراء و 25 جنيه و 78 قرش للبيع بنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 29 جنيه و 66 قرش للشراء و 29 جنيه و 77 قرش للبيع أما عن أسعار العملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي نحو 6 جنيهات و 67 قرشا للشراء و 6 جنيهات و 70 قرشا للبيع بالنسبة لسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 6 جنيهات و 52 قرشا للشراء و 6 جنيهات و 55 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة ترجعت أسعار الذهب عند 1745 دولار للأقية محليا ترجعت أسعار الذهب 20 جنيه لسجل عرار أيار الذهب 18 نحو 1268 جنيه بالنسبة لأيار 21 فقد سجل نحو 1480 جنيه أما عن أيار 24 فسجل نحو 1691 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 11840 جنيه في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بالشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي وارتفعت أسعار الأقود الأجلة لمزيد كرانت بنسبة 5% من 100% لتبلغ نحو 84 دولار و 92 سنت للبرميل ترجعت الأقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي نحو 4 من 100% لتسجل نحو 77 دولار و 54 سنت للبرميل انخفضت أسعار المزاوطة عالميا بنسبة 2-1.2% من 10% لتصل إلى 3.18 دولار و 18 سنت للتر كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7 دولار و سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ترجع الدولار ترجعا حادا أمام اليوني لبني مع تركيز المستثمرين على احتجاجات في الصين دفعت اليون إلى أقل مستوى في أسبوعين هذا واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفل عن سقوط عشرة قتلى في أوروميتشي بأقصى غرب البلاد ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد كما ترجع الدولار أمام اليورو الذي اتفع في أحدث تداولاته بنسبة 69% إلى دولار و 4 سنتات ليبقى حول أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو الماضي مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرأة أخرى لهيبة مصطفى لاستكمال ما تبقى من السادسة أشكرك فاطين بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة السادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوي الرئيس السيسي وجه بالإسرائيل في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم تعاقد عليها خلال قمة كوب 27 شكري يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويستعرض جهود مصر لحل حالة الأزمة الكريم لن يرحب بعرض الفاتيكان التوسط في تفاوض لحل الأزمة الأوكرانية لكنه يستبعد نجاح المفاوضات نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة الكريمة ودنته في أمان الله إلى النقاط شكرا لطيب المتابعة